جدد شباب الثورة مطالباتهم باسقاط حكومة الوفاق ومحاسبة الفاسدين وتشكيل حكومة كفاءات ووصف الشباب التعديلات الحكومية التي اعلن عنها مساء الجمعة بالترقيعية والتي لن تصب في صالح العملية التغييرية التي طالبون بها مؤكدين استمر فعلهم الثوري حتى يتم تحقيق كافة اهداف حملة الحادي عشر من فبراير وبناء الدولة المدنية الحديثة